الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إجمعين أما بعد نواصل التعليق على كتاب أصول الإيمان للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى ووصلنا إلى الباب الثاني باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى أهله وصحبه إجمعين قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العري الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم فقال إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربهم فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم يقذفون ويزيدون رواه مسلم والترمذي والنسائي فعلى النواس من سماعنا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات الصعق أو قال خر لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام يكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل الله بن جرين وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم والأفضل ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير مقصود المصنف رحمة الله عليه من هذا الباب ذكر بيان عظمة الله وقدرته ذكر بيان عظمة الله وقدرته وضعف غيره من الخلق وضعف غيره من الخلق أورد في هذا الباب ثلاثة أدلة أولها قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وهذه الآية دلالتها في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني حتى إذا أزيل الفزع عن قلوبهم والفزع الحاصل للملائكة يحصل بسماعهم لكلام الله عز وجل فإذا تكلم الله عز وجل بالوحي من عنده ضربت الملائكة بأجنحتها وأصابها هذا الفزع وأصابها هذا الفزع فإذا زال الفزع من قلوبهم يسألون ماذا قال الله تبارك وتعالى يسألون جبريل ماذا قال الله عز وجل فيخبر جبريل الملائكة ثم يخبر الملائكة بعضهم بعضا ثم يخبر الملائكة بعضهم بعضا ودلت الآية على علو الله وأنه كبير سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير فوصف نفسه بالعلو والكبر ووصف الملائكة بالضعف والعجز ووصف الملائكة بالضعف والعجز وهذه الآية من الآيات الدالة على إثبات كلام الله تعالى قالوا الحق والحق وصف لكلام الله عز وجل أي قال القول الحق أي قال القول الحق سبحانه وتعالى الدليل الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند مسلم والترمذ والنساء قال أخبارني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ودلالة الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قضى أمراً سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا فالله عز وجل إذا تكلم بالوحي وقضى أمراً سبحانه وتعالى تسبح ملائكة السماء تعظيماً له سبحانه تسبح ملائكة السماء سبحانه وتعالى لكلامه الدليل الثالث حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والمروز في تعظيم قدر الصلاة وابن خزيمة في التوحيد بسند ضعيف بسند ضعيف ودلالته في قوله إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة أو قال رعدة شديدة خوفاً من الله تعالى فوصفهم بالوصف المقتضي والدال على عجزهم وضعفهم ووصف الله عز وجل بأنه العلي الكبير سبحانه وتعالى نعم أحسن الله لكم قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضة يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون عن أبيه ريرة رضي الله عنه قال سمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطر السماء بيمينه ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض رواه البخاري وعن بن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك وفي رواية عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات ديمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا لا يخر النبي رواه أحمد ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسمين أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يأخذ الله سماواته وأرضيه بيمينه فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال قبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء قال فأتاني آت فقال يا عمران حلت ناقتك من عقالها قال فخرجت في آثريها فلا أدري ما كان بعدي وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم بن نبيه عن جد رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال وهلكت الأموال وهلكت النام فاستسق لنا رب فاستسق لنا الله هذا الحديث في الباب الذي بعده صحيح؟ هذا الحديث في هذا الباب الباب يبدأ بعد وحجيرين اللي هو باب ماذا؟ باب اليام من القذر لا هناك باب قبله لذلك نزل النسخة من النت نسخة باسم الجوابرة هذا الحديث في الباب هنا؟ باب ما أول هذا الأمر قال المصنف رحيم الله تعالى باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة هذا الباب أورده المصنف رحيم الله تعالى لبيان أن من الإيمان بالله عز وجل تعظيمه سبحانه وتعالى تعظيمه سبحانه وتعالى وأن فقد تعظيمه وعدم قدره حق قدره سبب لفقد الإيمان أورد المصنف رحيم الله تعالى في هذا الباب أربعة أدلة أولها قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآية من سورة الزمر وهذه الآية ذكرنا بالأمس أنها وردت في ثلاث مواضع من القرآن في سورة الأنعام أولا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وثانيا في آخر الحج ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وثالثا في سورة الزمر وهذه هي الآية التي معنا ودلالة هذه الآية على تعظيم الله عز وجل في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فوصفه بما يقتضي أن يعظم به سبحانه وتعالى فوصف نفسه بما يقتضي أن يعظم به سبحانه وتعالى ثم سبح نفسه عن المشركين الذين لا يعظمونه سبحانه وتعالى حق التعظيم الذين لا يعظمونه سبحانه وتعالى حق التعظيم الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الملوك وهذا الحديث في الصحيحين ودلالة هذا الحديث في وصف الله عز وجل بقبضه للسماوات والأراضين بيديه سبحانه وتعالى فالسماوات والأراضين مع عظمتها يطويها الله عز وجل بيده يطويها الله عز وجل بيده فوصف الله تعالى بما يقتضي تعظيمه الدليل الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك وهذا الحديث كسابقه وصف الله عز وجل وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بكمال قدرته وعظيم صفاته فالسماوات والأراضين يقبضها سبحانه وتعالى بيده ثم يتكلم بما يدل على كمال ملكه فقال أنا الملك فقال أنا الملك وفي رواية لهذا الحديث قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية ليست هي الحديث المتقدم قال قال رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله يقول هكذا بيده يحركها يقبل ويدبر صلى الله عليه وسلم يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أيضا دال على عظمة الله تبارك وتعالى وكمال صفاته وأنه سبحانه وتعالى يأخذ السماوات والأراضين كلها بيديه سبحانه وتعالى وتحريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليديه عند ذكر قبض الرب سبحانه وتعالى للأراضين لإثبات أن هذا القبض هو قبض حقيقي لإثبات أن هذا القبض هو قبض حقيقي يوم القيامة الدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنه قال يأخذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الله سماواته وآرضه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك وهذا أيضا لتحقيق وقوع ذلك من الله عز وجل يوم القيامة لتحقيق وقوع ذلك من الله عز وجل يوم القيامة نعم اقرأ وفي الصحيحين عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال قبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا فاخبرنا عن أول هذا الأمر قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء قال فأتاني آت فقال يا عمران حلت ناقتك من عقالها قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي ثم ذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم قال قالوا قد بشرتنا فأعطنا ثم قال اقبل البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان قال كان الله تعالى قبل كل شيء وكان عرشه على الماء الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى لهم حتى ينتبه لما يلقى إليهم من كلام بعد ذلك وهذا الحديث دلالته في قوله كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء فمما يدل على عظمته الرب سبحانه وتعالى أنه كائن قبل كون المخلوقات وأن المخلوقات وأن المخلوقات كائنة بعد خلقه لها سبحانه وتعالى فوجود كل عظيم في الكون إنه إنما كان ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقلنا ربك فإننا نستشعبك على الله وبالله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا وقال بإصبعه مثل القبة عليه وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب رواه أحمد أبو داود هذا الحديث ذكرنا بالأمس أنه حديث ضعيف لعلتين نعم ماهما نعم صحيح ما قاله الشيخ الطيب هذا الحديث ضعيف لعلتين أحدهما أنه من طريق محمد بن إسحاق المطلبي وقد عنعن فيه وهو مدلس والمدلس لا يقبل حديث إذا عنعن والآخر أنه من طريق جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم وجبير ابن محمد تكلم فيه فهو مقبول الحديث فلا يقبل حديث فلا يقبل حديثه إذا انفرد به إلا إن وجد له متابعا ولم يوجد متابع لهذا الحديث فهو حديث ضعيف ودلالة هذا الحديث من وجهين اثنين أحدهما في غضب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأعرابي لما قال قولاً لا يليق بعظمة الله عز وجل أحدهما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأعراب لما قال قولاً لا يليق بعظمة الله عز وجل فغضب لقوله فغضب صلى الله عليه وآله وسلم لقوله الآخر في قوله مخبراً عن الله عز وجل بعد ذلك إن عرشه على سماواته سبحانه وتعالى فأخبر عن اتصاف الله عز وجل بصفة الاستواي على العرش وأن عرشه فوق السماوات وأن عرشه فوق السماوات نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى صبر الله عز وجل على تكذيب ابن آدم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي فقوله ليعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهوان علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفي روايتنا ابن عباس رضي الله عنهما وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أنا اتخذ صاحبة أو ولد رواه البخاري ثم أورد حديثه أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك وهذا الحديث دال على مقصود الباب من وجوه أولها في ذكر تكذيب ابن آدم لله عز وجل وتكذيبه لله تبارك وتعالى أن ذكر حالا لا تليق بعظمة الله تبارك وتعالى أن ذكر حالا لا تليق بعظمة الله عز وجل وهي عدم قدرته على إعادته بعد الموت وهي عدم قدرته على إعادته بعد الموت والآخر والآخر والثاني في ذكر شتم العبد لربه وشتمه لربه أن ذكر حالا لا تليق بعظمة الله كذلك أن ذكر حالا لا تليق بعظمة الله عز وجل كذلك وهذه الحال هي ذكر أن لله ولدا وهي ذكر أن لله ولدا ونسبة الولد إلى الله عز وجل من نسبة النقص له سبحانه وتعالى فإن الولد لا يكون إلا لمن يحتاجه إذا كبر وضعف والله عز وجل غني عن ذلك ولا يتحصل على الولد إلا بما هو ضعف بجماع واتخاذ صاحبة وشهوة وإذا حصل الشهوة احتيج إلى الأكل والشرب وإذا أكل وشرب احتاج لقضاء الحاجة فهذه الأحوال كلها نقص ينزه الله تبارك وتعالى عنه لذلك وصف الولد إلى الله عز وجل من أعظم الشتم والسب لله تبارك وتعالى في القرآن للأعظم السب لله تبارك وتعالى الذي ذكره في القرآن وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات وتنشق وتخر أن دعوا للرحمن ولدا إذن نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى من أعظم السب إلى الله عز وجل الوجه الثالث في وصف الله عز وجل بما يقتضي كماله وعظمته فقال أنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد في وصف الله عز وجل لنفسه بما يقتضي كماله وعظمته والأحد لم يأتي معرفاً في القرآن قل هو الله أحد اسم الله الأحد ما جاء معرف في القرآن ولم يأتي معرفاً في السنة إلا في هذا الحديث نعم أحسن الله لكم قال رحمه الله ولو ما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدها الأمر أقلب الليل والنهار ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدها الأمر أقلب الليل والنهار ودلالة هذا الحديث في أذية ابن آدم للرب سبحانه وتعالى وأذيته كائنة بسب الدهر وسب الدهر سب لخالقه وهو سبحانه وتعالى وسب الدهر سب لخالقه سبحانه وتعالى وهذا السب دال على عدم تعظيم الله تبارك وتعالى دال على عدم تعظيم الله أز وجل نعم أحسن الله رحمه وقال رحمه الله تعالى باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال عرشه على الماء وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم يا أحد إلا وقد كتب له مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول الله فلا نتكر على كتابنا وندعو العمل قال أعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فيوسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فيوسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطاه التقاه صدق بالحسنة فسنيسره لليسرى متفق عليه وعن مسلم ياسالي الجهني رضي الله عنه قال سئل عمر المخطأ رضي الله عنه عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسع ظهره بيميني فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسع ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعملوا بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمل جنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعماله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من عمل أهل النار فيدخله النار رواه مالك الحاكم وقال على شرط مسلم ورواه أبو دول بن وجن آخر عن مسلم يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه وقال اسحاق بن راهويه حدثنا بقية من وليد قال أخبرني زبيدي محمد بن وليد عن راشد بن سعد عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم حزام أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدئوا الأعمال أم قد قضي القضاء فقال إن الله لما خرجوا ذرية عدم ظهري أشهدهم على أنفسهم ثم فاض بهم في كفيه فقال هؤلاء الجنة وهؤلاء النار فأهل الجنة ينسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ينسرون لعمل أهل النار وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجبع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضاة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله واجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفق فيه الروح فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب وفيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم يعمل بأهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب وفيعمل بعملها الجنة فيدخلها متفق عليه وعن فذيفة بن مسعود رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الراحم بأربعين أو خمس أو خمس أو خمس أو أربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتباني فيقول يا ربي أذكر أو أنثى أو أنثى فيكتباني ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تضع الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص رواه مسلم وفي صحيح المثمن عن عائشة رضي الله عنه قال الدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من عصار فقلت طوبا له مصفور من عصافر جنة لم يعمل السوء ولم يدرك فقال وغير ذلك يا عائشة إن الله إذا خلق لجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وعن ابنهم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس رواه مسلم وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى جلزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها رواه عبد الرزاق وابن جرير فقال رؤيا معنا ذلك ابن عباس رضي الله عنه والحسن وأبي عبد الرحمن السلام وسعيد النجو بير ومقاتل رحمهم الله قال ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله خلق لوحا نحفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة فيقول في كل نظرة منها ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحي ويميت ويعز ويذن ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شاء الله عبد الرزاق بمدير والطبراني والحاكم قال من قيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الحديثة وما في معناها قال فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حوري والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغى والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات الأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة وكل واحد من هذه التقدير كالتفصيل من التقدير السابق وفي ذلك الدليل على كمال علم الرب عز وجل وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده ممي بنفسه وأسمائه ثم قال فاتفقت هذه الحديث نظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يجب الاتكال عليه فليهجيب الجد والاجتهاد ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن فقال أبو عثمان النهدي لسلمان لا أنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيئه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها وعن وليد من أبوة رضي الله عنه قال دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبته وانصني واجتهد لي فقال أجلسني فلما أجلسه قال يا أبني إنك لن تجيز طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا أبته وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره قال تألم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا أبني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى في جلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا أبني إن ميت ولس على ذلك دخلت النار رواه أحمد وعن أبي خزامة عن أبي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسعقيها ودوا نتداوى به وتقاتل نتقيها هل ترد ذلك من أقدر الله شيئا قال هي من قدر الله رواه أحمد التلميذي وحسنه وعن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القبيل خير وحبنا الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير تحرص على ما ينفاك وإستعين بالله ولا تعجزا فإن أصابك شيئا فلا تقول أني فعلك كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإيمان بالقدر هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى لذكر أصل من أصول الإيمان الست وهو الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا يتم إيمان المرء بغير إثباته لا يتم إيمان المرء بغير إثباته والإيمان بالقدر هو علم الله وكتابته للأشياء ومشيئته وخلقه لها هو علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه لها فللإيمان بالقدر أربع مراتب أولها مرتبة العلم الأزلي فلا شيء في هذا الكون يقع أو وقع أو كان أو سيكون إلا هو كائن بعلم الله عز وجل والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون والثاني كتابته سبحانه وتعالى للأشياء فما من شيء في هذا الكون إلا وهو مكتوب في كتاب عند الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة وقال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة فما من شيء وقع في هذا الكون إلا وقد شاء الله عز وجل أن يقع وما تشاءون إلا أن يشاء الله المرتبة الرابعة مرتبة الخلق فكل ما في هذا الكون من عمل أو عامل أو أي شيء فقد خلقه الله عز وجل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون والإيمان بالقدر سر الإيمان بالله عز وجل وهو كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه قال نظام التوحيد فلا ينتظم يرحمك الله توحيد العبد إلا بإيمانه بأقدار الله عز وجل ورضاه عن ربه تبارك وتعالى في كل ما قدره في كل ما قدره في كل ما قدره وهناك أمور لا بد منها عند الإيمان بالقدر أولها علمك بقدرة الله عز وجل وأنه وأنه هو المقدر لكل شيء لذلك الإيمان محمد رحمة الله عليه لما أسئل عن القدر قال القدر قدرة الله فإذا علمت أن الله على كل شيء قدير وأنه هو الذي قدر عليك هذا الذي وقع عليك فإنك سترضى بقدره سبحانه وتعالى الأمر الثاني أن تعلم أن الله عز وجل عدل لا يظلم الناس شيئا لو قدر عليك أمرا لم تفهمه ولم تفهم الحكمة منه فاعلم أن الذي قدره لم يظلمك إن الله لا يظلم الناس شيئا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فالله عز وجل لا يظلمك أبدا لذلك تنزه الله تبارك وتعالى عن الظلم ولا تعتقد في نفسك أن هذا الذي وقع عليك قد ظلمت فيه فإن هذا مزلة قدم وهذا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى الأمر الثالث هو أن تلزم الأدب مع الله عز وجل في باب القدر فلا تسأل لما فعل الله عز وجل كذا كذا وكذا ولم لم يفعل كذا وكذا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فالأدب مع الله تبارك وتعالى يقتضي أن لا تعترض على الله تبارك وتعالى وأن لا تسأل بلم لذلك سؤالان منهي عنهما السؤال بلم سؤالان منهي عنهما السؤال بلم في باب القدر والسؤال بكيف في باب الصفات فلا تقل لما فعلت كذا يا رب بل تأدب مع الله تبارك وتعالى تأدب معه سبحانه وتعالى الأمر الرابع أن تعلم أن كل ما وقع فالله عز وجل حكيم وله الحكمة البالغة في إقاعه وله الحكمة البالغة في إقاعه سبحانه وتعالى سواء فهمت الحكمة من تقدير الله عز وجل بعض الأمور عليك أو لم تفهمها فاعلم أن الله عز وجل حكيم وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب جملة كبيرة من الأدلة أما الآيات التي ذكرها فقد ذكرها للاستدلال بها على تقدير الله تعالى أولها قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون فالسبق بالحسن الواقع لهم كائن بكتابة الله عز وجل لذلك عنده في كتاب كائن بكتابة الله عز وجل لذلك في كتاب من الآية الآية الثانية قول الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا صرح سبحانه وتعالى بأن ما يقع من أمور إنما يقع بتقديره سبحانه وتعالى الدليل الثالث قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون ودلالة الآية في أنها ذكرت مرتبة من مراتب القدر في أنها ذكرت مرتبة من مراتب القدر وهي خلق الله عز وجل لكل شيء الدليل الرابع قول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وهذه الآية وقع فيها التصريح بأنه ما من شيء وقع في هذا الكون إلا وقد وقع بقدر الله عز وجل إلا وقد وقع بقدر الله عز وجل ثم ذكر الدليل الخامس وهو حديث عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الحديث وهذا الحديث دال على مرتبة من مراتب القدر وهي مرتبة الكتابة دال دال على مرتبة من مراتب القدر وهي مرتبة الكتابة وهذا الحديث دال على أن الكتابة سبقت خلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة لذلك مراتب القدر منهما مرتبتان سابقتان وهما مرتبة العلم ومرتبة الكتاب ومنهما مرتبتان تقعان مع المقدر وهو خلقه ومشيئته الدليل السادس حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة الحديث متفق عليه وهذا الحديث دلالته في أنه ذكر مرتبة من مراتب القدر في أنه ذكر مرتبة من مراتب القدر وهي مرتبة الكتابة إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار ونقفونا إن شاء الله ونواصل بعد الصلاة اشتركوا في القناة